طيب خليني أبدأ بتمرينة الأهلي النهار طبعاً برح كانت رحب بقرار من ميستر كولر لنت عندك مباراتين مطبقاتين على أجندة الدوري المصري تلعب بكرة إن شاء الله مع الاتحاد يوم الثلاثة اللي جاي مع السبت قبل ما تقفل صفحة الدوري وتحضر إن شاء الله لنهائي أفريقيا طبعاً المنتظر مواجهة ديربي شمال أفريقيا أو ديربي الأفريقي الأهم يمكن على مدار الخمساشة السنة الأخيرة نتكلم على الأهلي والترجي الاستعاد جزء كبير جداً من بريخه وجزء كبير جداً من شخصيته في النسخة الحالية من شامبيونز ديج بالتأكيد مواجهة دخلة في حسابات مارس الكولر في المباراتين المتبقاتين في الدوري سواء مطش بكرة في الاتحاد أو مبارات البلدية إن شاء الله يوم السبت ليه بقول كده؟ لأنه هي فرصة فرصة أنت عندك مطشين 180 دقيقة طبعاً حزب الـ 12 بنت المطلوبين من الأربع مواجهات انتحقت منهم 6 منتظر إن شاء الله بإذن الله وخصوصاً بعد خسارة الزمالك مبارح من سموحة وأنه يوقف مع مطش مبارح طبعاً لأنه عارف طبعاً إنه في حالة غضب كبيرة جداً على السوشال ميديا بسانة شوية النهاردة ممكنة بعكس الطيار لكن خليني أقول لكم بعد خسارة الزمالك مبارح أصبح أصبحت الدوافع أكبر فكرة أنك أنت تفرق بأو تاخد العلامة كاملة في الأربع مطشات دول مهمة جداً ودي ما فيهاش نقاش بصرف النظر حتى على نتاج المنافسين الأهم هو التحضير لأنها جوز من برنامج تحضير مارسل كولر لمباراة الترجي شيئنا مع أبينا عنده لعيبة كتير جداً ممكن تبقى مش جاهزة للمباراة أو كانت جاية راجع من إصابات السولاي كان يبدأ المطش اللي فات حس بإجهات شوية في العضلة الخلفية ففضل الجهاز الفني أنه يريحه واللعيبة دي مهمة جداً تكون موجودة معاك لأنها أوراق دايماً تصنع الفارق سواء ياسر في خط الدفاع عمر السولاية في خط النص أو أحمد عبدالقادر في خط الهجوم ففي النهاية هي فرصة الحقيقة أنك أنت ترجع العيبة أو تريح العيبة وممكن تكون أجهدت بشكل كبير في الفترة إلى خير هنتكلم مع المطش وهنروح للتبارينة ونشوف آخر الأخبار السولاية مفترض وهو وياسر النهاردة يخضع الفحص طبي يحدد إمكانياتهم دخولهم في قيمة الفريق من عدم وحسب حاجة طبعاً مرسل كولر للمرحلة دي